سيغير مقتل حسن نصر الله معادلات الشرق الأوسط لكن سيبقى جزءا منها لخدمة أجندات المرحلة المقبلة خاصة أن نصر الله كان القائد الفعل لجميع القوى خارج الدولة المرتبطة بإيران في المنطقة العربية ومنها العراق طبعا الذي طالما عامل ممثل حزب الله في بغداد محمد كوثراني على ضبط إيقاع العملية السياسية ولأن نصر الله لم يقتل وحده بل ذهبت معه القيادات السياسية لحزب الله وبالتالي فالحزب ذاته صار في أضعف حالاته ومحاطا ببيئة مشردة وخائفة وبمجتمع محل وإقليم يرافض له بسبب أنشطته وتدخلاته الطائفية وبالتالي فنسب نجاته غير مؤكدة مراقبون رجحوا عدم زوال حزب الله ليس بسبب ما بقي من قوته بل لأنه يراد له أن يبقى ولكن طعيفا وبلا مخالب ومن سيتولى زعامته سيحرص على تحقيق تراجع فوري للنجاة بما تبقى من الحزب ويشمل ذلك الانسحاب من الجنوب اللبناني ونزع السلاح الثقيل والصواريخ وتحويل الحزب إلى كيان سياسي هش مرتبط بإيران ويجاهل بعداوة إسرائيل وفق ما هو مطلوب منه فإسرائيل في النهاية تريد استخدامه لتخويف الآخرين والتلاعب بالمنطقة لا سيما في تغذية الفتنة الطائفية كما كان دوره دائما فبيان خامن أي خلا من أي إشارة إلى احتمال تدخل إيراني لإنقاذ ما تبقى من قوة المحور موقف خلاصته لا تدخل ولا تورط في حرب لصالح أحد وهو ما يؤكد أن الرئيس الإيراني مسعود بزغشيان لم يكن يقدح من ذهني حينما رفع غصن الزيتون للغرب وربما لا يخلو الأمر من صفقة مسبقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ويبقى تأثير ذلك على بقية القوى المرتبطة بإيران في المنطقة العربية والراجح أنه سيتسبب بتراجع قوتها وتأثيرها كما هو الحال مع الإطار التنسيقي الذي هدد عبر نوابه في عقد جلسة برلمانية بهدف اتخاذ قرار بإيقاف تصدير النفط لينتهي الأمر بنواح وبكاء وإعلان حداد ووقفة ردد فيها هتافات جوفاء تقليدية صارت محلة تندر وسخرية عند الرأي العام العراقي والناشطين اشتركوا في القناة